أعطيكم العافية يا شباب بدأنا المحاضرة الماضية نحكي عن مقدمة في علوم البيانات في المقدمة هذه حكينا سنحكي على تعريفات حكينا على تعريفات عديدة حكينا على تعريف البيك ديتا تمام والبيك ديتا حكينا انه باختصار شديد جدا البيانات اللي بتتوفر فيها تلات خصائص هدول التلاتة فيز هدول تعتبر بيك عادة ذلك لا تعتبر بيك تمام وشرحنا انه الفوليوم انه يعني مفيش سكيل محدد للحجم عشان انا اعتبر البيانات بيك او لا بدأتطلق على الخصائص الثانية الفيزة الثانية انه عشان احدد انه البيانات هده بيك ولا لا وبالنسبة للفيلوسيتي حكينا انه تسارع توليد البيانات وحكينا انه البيانات بتيجي انا عندي من مصادر مختلفة حجم البيانات اللي تولد اليوم مثلا على سبيل المثال 10 تيرابايت بكرة هيكون 14 بعده هيكون 27 معنا ذلك انه في تسارع انا عندي في الاحجام اللي بتتولد عندي في تسارع والفي الثالثة اللي هي تنوع تنوع في المصادر تنوع في المصادر حكينا من شقين من شق انواع البيانات ومن شق مصادر البيانات من ناحية انواع البيانات حكينا انه في عندي اربع انواع على البيانات structure, semi structure, course structure and structure ضربنا مثال لكل واحدة structure زي مثلا اي بيانات tabular على شكل جدول بتكون انه هذه structure data حتى ملفات الاكسل نقدر نعتبرها انه هي structure data semi structure زي الجيسون والexaml course structure بتكون لها فورمات محددة انه مثلا على سبيل المثال دائما في المكان هذا بيكون في URL في المكان هذا بيكون في IP address فبقدر استخرج هذه البيانات من خلال كتابة code ما في بتكون سكيمة واضحة للبيانات ولكن فيه نمط معين ممكن من خلاله من خلال code معين استخرجي البيانات The unstructured اللي هي باختصار فيديو وتكست وصور نعم, unstructured صور unstructured حكينا بالنسبة لتعريف data science حكينا تعريف data science انه هو عبارة عن تخصف متعدد المجالات المقصود هنا في المجالات انه هو عبارة عن شوية رياضيات مع شوية احصاء مع شوية computer science نعم فبالتالي انه لازم انه تتمتع بهذه المهارات عشان تشغل في مجال data science المهارات هذي انه لازم يكون في عندك شوية رياضيات مع شوية خوارزميات وإحصاء هذه جاية من علم الحاسوب والرياضيات ويكون في عندك مهارات technical لازم تكون تعرف تبرمج وتعرف تعمل deploy وهذه موضوع deploy يعني تخيل انه انت تتعرف تعمل web application بس ال web application ليس تقدر انه انه انت تقدرش تعمله deploy تقدرش انه 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 تحجز سيرفر وتعمل deploy على الووب سايت هذا على السيرفر وتعمل الـ database وكل الامور هذه كلها فبالتالي لازم يكون في عندك معرفة في ال infrastructure في ال data science يعني تمام كلابوراتف عشان انت حتتعامل مع فريق لازم يكون في عندك يعني تيمورك وكومنيكيشن سكيلز سكيبتيكال لازم يكون تتمتع بالمهارة هذه وانت تكون شكاك بمعنى انه اي حاجة بتفترضها الشاكك في صحبها لغاية لما تطبقها بشكل عملي وتتأكد منها تمام فحكينا انه انت لما تيجي تشتغل في هذا المجال بعد ما تتخرج ان شاء الله انت وحظك يا حتى تشتغل في شركة انت حتكون الوحيد اللي بتشتغل كداتا ساينتس في هذه الحالة انت بتسوي كل حاجة او بتكون بتشتغل ضمن فريق معنى ذلك ان انت بتسوي مهام محددة من كل المهام المعنية او المنوطة بالديتا ساينتس هاي الخلاصة من هذه السلايد المطلوب انه انت تعرفها في الاخير وضعنا تعريف للديتا ساينتس انه حكينا انه هو متعدد التخصصات بيستخدم الاساليب العلمية والخوارزميات والعمليات عشان يعمل اكتراكت للنوليج من الانتسركشورد والانتسركشورد ديتا وحكينا انه هو ايش التخصصات هذي اللي بتدمجها هي استاتيستيك كومبيوتر ساينتس دومين نوليج ديتا فيجوليزاشن كل هاي الامور كل هاي بدمجها مع بعض فهاي المهارات الاساسية طيب بعد معرفنا الديتا ساينتس بدنا نرجع نأكد هنا على مفهوم على مفهوم البيزنس انتليجنس لانه فيه تدخل بين البيزنس انتليجنس وعلم البيانات تمام؟ اول اختلاف هو في موضوع الدبث تمام؟ في موضوع الدبث تبعت الانسايتس الانسايتس باختصار هي عبارة عن النوليج اللي انت تستخرجها من البيانات فهجات البيزنس انتليجنس على وين بيركز؟ بيركز على الباست والبريزنت على الماضي والحاضر تمام؟ الديتا ساينس بيركز على الماضي والحاضر وبرضو بيدخل المستقبل في الموضوع من خلال البيانات معنى ذلك انه انت ممكن في البيزنس انتليجنس تشتغل على الماضي والحاضر بحيث انه انت تشوف الزبائن انا عندي على سبيل المثال لو انت عندك بيانات لزبائن ان انت تشوف ايش اشتروا ايش كيف شكلهم هذول الزبائن وفي المستقبل انت حتتنبأ انه حيشتروا او لا تمام؟ فبالتالي لو بدك ادخل المستقبل في الموضوع بدك ادخل الديتا سيانس في الموضوع فعشان هيك هنا الاختلافات الاساسية انه هنا بركز على داشبورد ومفهوم الداشبورد خليني اوارجيه لك سكرينشوت للداشبورد كنت انا حضيف لك اياها على السلايد اشتركوا في القناة انا حضيف لك هذه داشبورد مثلا مع سبيلي مثال داشبوردة هي عبارة عن لوحت عددات من خلالها تستطيع يعرف ايش الحالة انت عندك بالنسبة للبيانات فبالتالي انت ممكن تشوف ألماط معينة على حسب إطار زمني حدف العادة بيكون كله في الماضي تمام؟ ممكن انت تشوف على سبيل المثال انه الباي تشارت هذه انه بيانات ايش الفئات تبعتها ايش الحصة تبعتها وممكن انه انت الحمد الحمد ممكن انه انت تشوف البيانات في سنة محددة زي مثلا 2015 2016 2017 هذا كله في الماضي بهذا الشكل عشان تشوف كيف كان البيانات ايش مفهوم الداشبور ممكن انه انت تعملها باستخدام برنامج اسمه PowerPI هذا برنامج من مايكروسوفت انت بتقدر انه انت يعني تعمل فيه فيجوليزيشن للبيانات وتبني داشبور فعشان هيك هنا اذا بتلاحظ انه هو بركز او التكنيك او الادوات اللي بيستخدمها الداشبور اما الadietscience ايش بيستخدم؟ المدلس المال ايش نوع البيانات اللي بيشبك عليها اله البيسنس انتلجنس بشبك على ال 알ستكشور الديتا بس اما الضغ mci الديتا saiyans بشبك على بيانات اي نوع من البيانت سواء كان صعتور او unc driven طيب كان انه يتعامل مع اي نوع من البيانات سواء صتعت أو vot ان cent mujeres ما هي المسؤولات التي تكون مطروحة؟ ما حدث؟ كما هي المبيعات التي عملناها في السنة الماضية؟ متى وصل مثلا أنه ذروة الموسم عندنا في أي وقت مثلا عصبي مثال؟ لكن هنا تلاحظ الأسئلة أنه في المستقبل هاي الفرق في الموضوع حسنا؟ نأتي إلى تعريف الذكاء الاصطناعي قبل أن نتحدث عن ذكاء الاصطناعي، نرى ما هو الذكاء الطبيعي أو الذكاء البشر الذكاء البشر هو عبارة عن ماذا؟ عندما نتحدث عن شخص ذكي ماذا؟ يحلل ماذا؟ يفكر خارج الذين يفكرون داخل الصندوق وليس لديهم ذكاء يتعامل مع المحيط يفكر منطقية، هناك تفكير منطقي وتفكير ليس منطقي تحليل ماذا؟ كمّل المعلومات؟ كمّل المعلومات؟ كدأ؟ ممكن أن نقول أن الذكاء شغلتين يجب عليك كيائف كلمتين وهو حل مشاكل وتعلم هذه أهم ميزة لأن الإنسان لم يكن لا يكتسب هذه المعرفة ولكن يكون لديه القدرة لأنه يتعلم من خلال التعلم يفترض أنه يحل مشاكل يعني أنه يسرد كل الحلول الموجودة نحن نعيش في بيئة كلها مشاكل في مشاكل مطلوب مني أن أحل المشاكل أريد أن أتخذ قرارات عقلانية لأنه يمكن أن أحل مشكلة ولكن يمكن أن تكون المخاسر فادحة وقتين أن أقول أن شخص هذا في عنده ذكاء إذا كان يتخذ حلول عقلانية أو يتخذ قرارات عقلانية في حل المشاكل وبالتالي هذا المصطلح Problem Solving وهنا Learning Problem Solving وLearning هذا هو الذكاء الإصطناعي الذكاء الإصطناعي نرجح على التعريف نقول أنه هو عبارة عن محاكاة لـ Human Intelligence لكي أعرفت لك ما هو ذكاء البشر يبقى الذكاء الإصطناعي هو محاكاة لذكاء البشر وين؟ في المشاكل هذا المجال يعتمد أو يشمل تطوير الخوارزميات والبرمجيات والهاردوير هذه كل هذه المكونات ممكن أن يكون روبوت هو أحد تطبيقات الذكاء الإصطناعي وهو عبارة عن هاردوير وصفتوير وخوارزميات ماذا يمكن الحاسوب أنه ينجز أعمال محددة زي الإنسان بالظبط ما هو الإنسان يتمتع؟ عنده القدرة أنه على فهم اللغة تمام؟ واتخاذ القرارات وحل المشاكل تمام؟ نرى تطبيقات في عنا تطبيقين وهو يمثل على فكرة نوعين من أنواع الذكاء الإصطناعي تطبيقات هذه ممكن أن نسميها ايجنت ماذا يعني ايجنت؟ وكيل ماذا مفهوم الوكيل؟ لأنه أنت بتوكله أنه يقوم بمهام بالنيابة عنك تمام؟ النوع الأول هاي زي ما أنت شايف هنا أنا في عندي روبوت الروبوت هذا بيقوم بمهام لتنظيف حضيرة البقر لازم يكون فيه عنده ذكاء أو أتفكر أنه يعني روبوت من هالنوع إشي بسيط لازم يكون فيه عنده سينسورس كاميرات ومقياه مستشعر للحرارة والأدول هذي كلها عشان يقدر يحدد ما هي يتعرف على الأمباط ما هي المناطق الانضيفة وما هي المناطق المحتاجة تنظيفة هل عنده مكابس؟ كيف؟ هل عنده مكابس؟ هل عنده حالة؟ لا هذا ليس بحاكي ذكاء الإنسان في مهمة محددة لذلك نقول أنه أنواع الذكاء لدينا أنك ممكن تستخدم يعني تحاكي ذكاء الإنسان في قيام بمهمة محددة في هذه الحالة الذكاء أو المشين تتفوق على البشر في الأداء تبحث عندما تقوم بمهمة محددة فالمهمة هذه هي أنه ينظف حضيرة الأبقار فبدو يتعرف على المناطق الانظيفة والمناطق المنتسخة ليش؟ لأنه عشان المناطق الانظيفة ما يعيدش ينظفها كمان مرة يضيع وقت ويضيع صبونة ويضيع موارد وبدو يكون عنده القدرة أنه يتعرف أنه في عائق أمامه سواء كان حاجز أو بقرة عشان أنه يتجنبها وهذا الروبوت بيقوم بالمهام تبعته بلا كلل ولا ملل وما بتدايق من الريحة ويشتغل بكل أريحية بيتفوق على البشر في هذا الوقت هذا النوع الأول من الذكاء الذكاء اللي انت بتطلب بتصمم روبوت بيقوم أو بتصمم ايجنت بيقوم بمهمة محددة فقط أما لما يكون في عندك روبوت ومطلوب منه الروبوت هذا القيام بمهام عديدة ساعتها أنه البشر بيتفوقوا على الآلة في هذا المجال يعني على سبيل المثال بدك تصمم روبوت بلعب كرة القدم كرة القدم تتطلب يعني مهام عديدة بده يحدد مواقع اللاعبين يتعرف عليهم حدد مواقع اللاعبين بده يتتبع الكورة هذه الكلام للاعب محترف بتصير في برهة من الثانية وبده يكون في عنده بلانيج بس أول ما يشوف الكورة هيك من بعيد ونظرة بس لأماكن اللاعبين ممكن ان هو يقرر ان هذي فرصة هدف ولا لا ويتحرك على هذا الأساس انت لو بدك تعمل روبوت يلعب كرة قدم بهذه الكيفية مستعادة مهام متعددة تطلب من الروبوت انه يكون فيها مستحيل وبدها تنسيق مع بعض فعشان هيك زي ما انت شايف فوق انت عندك ميسي تمام شوف اكم مدافع بيخترق هدول المدافعين كلهم وببساطة بحط لك الكورة في القون وكانه بيقول لك انا الموضوع هذا بالنسبة لي زي السلام عليك اما بالنسبة للروبوت زي ما انت شايف فهي قاعد يتطلع على الكورة وبدو يتطلع على المرمى قاعد بسنتر في حاله تمام هاي يتطلع على المرمى حيسدد في الأخير مش هتيجي قور والحارس مش هيعمل والحال تمام فهنا عشان نقفز هنا لأنواع الذكاء انا في عندي الويك اي 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 او النارو اي اي تمام في هذه الحالة انو بيكون الاي اي مصمم انو يقوم بسبيسيفك تاسك والبرفورمانس تابعه بيكون يعني بيتفوق على البشر في الغالب في هذا الايبوك كيف؟ زي المثال اللي هو طبع حضيرة البقاط اللي هو الروبوت اللي بنظف المثال الثاني اللي هو يعني او النوع الثاني من الاي اي 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 او يتصرف بذكاء مثل الانسان بالضبط ويقوم بمهام متعددة في آن واحد وبتطلب مهارات مختلفة تمام؟ فبالتالي بدي يكون فيه عنده القدرة انه هو يفهم ويتعلم ويطبق المعرفة اللي هو تعلمها هادي كذا سيستم بدي يكونه في سيستم واحد طبعا هذا هدف بعيد المدى لسا احنا موصلنا لوش بغاية الان ولكن فيه تحذيرات حاليا حول الجنرال انتليجنس والخطورة تبعته لانه ممكن انه احنا نصل لمرحلة انه الروبوتات انه يكون فيه عندها وعي وادراك وتفهم انه هي روبوتات ومدام انه هي عندها القدرة على الابداع والابتكار ممكن انه هي تخترع لغة تتخاطب فيها فيما بعض واحنا ما نفهم هذه اللغة تعمل روبوتية مع بعض ويتفقوا علينا التحذيرات مبالغ فيها لدرجة انه بمثل الخطورة تبعتها بالاسلحة النووية احنا لسا ما وصلناش في المرحلة الحالية ولكن ها يعني ممكن بين يوم وليلة يعني نصل لما هو يعني احنا ضربنا مثال المرة الماضية وهي لعبة الشاطرانش متى الماشين تغلبت عليها سنة 1986 تمام؟ تمام؟ في لعبة اعقد منها اسمها ألفا جوب لعبة صينية متى انه الحاسوب او الذكاء الاصطناعي تغلب على البشر سنة 2014 ذكرنا هذا الكلام تمام؟ حسنا هيا 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 نارو بس بتعرف تلعب شهر بتعرف شهر تعمل ولا حاجة تانية ايه هيا 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 ماشي ممكن انه هو يقوم بمهام متعددة لكن انه انه ان المهام هادي انه تكون متنوعة وتربطها مع بعض وتستخدم المعرفة اللي انت تعلمتها في مجال معين في هذه المعرفة لسه ما وصل لهذه المرحلة احنا بتصنيم قلنا لا انت لما تصمم AI يقوم بمهمة محددة لا قوي جدا احنا بتصنيم قلنا ماشي ويك اي 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 ولكن انه بيقوم بسبيتسيك تاسك ليش بسموه ويك اي 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 لانه هو بس بيلعب شطرنش بيعرف ايش حاجه ثاني عشان هيك سموه اي اي ضعيف بس بيعرف يلعب شطرنش اي حاجه ثاني بيزر بيقوم بمهمة واحدة فقط لكن المهمة هادي بيتفوق فيها تمام طيب كما اتفقنا انه انت الوكيل بتوقله انه هو يقوم بمهام عنك يعني انت مش فاضي انه انت تنظف الحضيرة لابدك تفضل شغلات يفترض وانت بتكتفضل شغلات اهم وانت مش فاضي انه انت تسوق السيارة لابدك سيارة ذاتية القيادة لانه الثلاث ارباع ساعة اللي انت بتقضيها في السواق او انت بتقدرش انه انت تعمل حاجة تانية انا ممكن استغلها في اشياء تانية ممكن اقرأ كتاب ممكن انا اتواصل مع الزباير تابعوني ممكن اخلص البزنس تبعي تمام فهيك يفترض هذا هو الهدف تبع الذكال الاصطناعي انه هو يوفر لك الوقت عشان تفضل مهام اهم ولكن اللي بيستخدمه الذكال الاصطناعي وبيلغي نفسه بيكون مشكلة يعنه هو بيعطل مخه زي هذا الطفل هذه ام بتسجل لطفلها انه عنده واجب الواجب هذا زي ما انت شايف هي مكتوب انت عندك في السبتايتل ستة في سبعة تمانية في أربعة كذا زائد كذا هذا ليس كيف تفعله هل يتضح كم مخ؟ مايه في هنا؟ لا هذا ليس كيف تفعله كل ما يحصل تقعوا هذا المنزلق تمام وتروح تقول للجي بي تي عمل لي كذا و سووي لي كذا بدون ما انت تشغل مخا تمام واضح وصلت الرسالة طيب احنا حكينا على التعريف بس انا بدي اوضح لك اكتر هذا المجال لو انت حابب ان انت تاخده في مساق يفترض انه موجود عندك يعني لقسم علم الحسوب والمساق هذا اجباري بالنسبة لها للتخصصات الثانية انا اعتقد انه ممكن انهم يختاروا اختياري ماذا ممكن انت تدرس فيه ممكن تدرس في هذا العلم كيف ان انت تعمل مقصود مقصود فيها الفنكشن فالذكاء لو انت بدك تشتل في هذا المجال بدك يكون انت عندك كل الاجنس هذه بدك تصمم لها فنكشن والفنكشن هذا الحسوب بدك يتعامل مع دواب من خلالها يمكن انه يتصرف بذكاء من خلال هذه الدلة يعني على سبيل المثال بدك يكون عندك ايجنت معين هنا الاجنت هذا يتعامل مع الانفيرومنت تمام فيه سنسورس وفيه اكتويتور سنسورس ضربنا امثلة عليها زي مستشعر انفراريد عشان يشوف فيه اوبجيكت قدامه ولا لا مثلا او كاميرا او مستشعر حرارة او مستشعر او مستشعر رطوبة او مستشعر ضوء بغض النظر والاكتويتورس هي عبارة عن اذرع ميكانيكية بتمكنه من اتخاذ افعال معينة والتنقل في هذه البيئة فعلى حسب البرسبشنز موجود عنده في البيئة اللي حواليه ممكن انه يتخذ افعال معينة زي مثلا هذا الاجنت انه انت تطلب منه انه ايش يعمل انه بده يلتقط هذه التفاح ممكن يلتقطها بدراع هذا خيار والخيار التاني انه هو ممكن يقفز عشان انه هو يلتقطها فبالتالي انت ممكن انه في الاجنت هذا بده يوجد مجموعة من الحلول والحلول هذي بده يتخذ يعني قرار انه ايش هو انسب حل هذا كلام ممكن انت برضه تطبقوا على الجيمز الجيمز عبارة عن ايجنت خاصة اذا انت في العلعاب التي تلعب فيها ضد الكمبيوتر خاصة الجيمز اللي اللي بكون محترفين بيقولك انا بدي بدي اصعب اشي لعبت في السهل يعني ولعبت في المتوسط واصعب حاجة بس حاسس لا انه بدي 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 برنامج بدي لعبات يعني الكمبيوتر فيها يتحداني تمام نفس الفكرة فانت عندك هنا ممكن انه انت تعتبر الباكمان انه هو عبارة عن الانفيرومنت وتعمل ايجنت انه انت بدك تتنقل في هذه البيئة بحيث انه انت تاكل النقاط البيضة تمام فعند وظيفتك في الايجاب كيف تصمم الدالة التي من خلالها ممكن تعبر فيها عن الالية اللي انت بدك تزود فيها هذا السكور ممكن السكور تبعك بس بتتعلم انه الافعال هذه اللي انت سويتها قللت السكور تبعك ما بتسويها في المستقبل تمام فهذا العلم انه ممكن انه انت تصير البروبلم تبعتك اذا سيرش بروبلم اذا صرتها انتهت المسألة في الاي اي يعني احد المواضيع الاساسية في البحث عشان هيك بيعتمد على الديتا سكشور انت في الديتا سكشور او الخوارزميات اخدت عدة طرق للبحث كل واحدة فيها ميزات فانت الآن اذا انت عملت صياغة للبروبلم تبعتك على شكل سيرش بروبلم خلاص بيصير الموضوع تحصيل حاصل بتطبق خوارزمية البحث على التطبيق وخلاص بساعتها بتصير انه انت تطبقت الذكاء الاصطناعي فيه لانه ببساطة انه الذكاء يجاد حل بروبلم سولفينك كيف له بروبلم سولفينك انه انت في عندك عدة حلول تطبق خوارزمية البحث ببساطة تمام فانه كيف نعمل هنا فورميلات للبروبلم اذا سيرش بروبلم كيف نعمل فورميلات للبروبلم اذا سيرش بروبلم خلاصنا من الذكاء الاصطناعي نيجي لا الماشين ليرننج مدام الماشين ليرننج بدي ارجع ارجعك هنا لوين تعريف الذكاء ليش حكينا حل مشاكل وتعلم ليش بتفهم ان هذا الكلام انه الماشين ليرننج هو عبارة عن فرع من الذكاء الاصطناعي وهذا الكلام هاي موجود انت عندك في التعريف يبقى الماشين ليرننج هو سبسط من الارتيفشل انتليجنس هو فرع من الذكاء الاصطناعي عليش بركز بركز على تطوير الخوارزميات ونماديج الاحصائية فعليا في هذا الكورس سنستخدم الماشين ليرننج سندرس بعض الخوارزميات وكيف نستخدمها في الديتة ساي Bayern لكن علم الماشين ليرننج في حد ذاته معني بتطوير هذه الخوارزميات نحن غير تطوير خوارزميات مغير تطوير خوارزميات غير نخترق خوارزميات الجديدة في الماشين ليرنج في هذا الكورس سندرس خوارزميات في المشين ليرنينج عشان نعرف نختار الأفضل للأمليكيش المعين تمام فتعريف المشين ليرنينج كمان مرة هو عبارة عن فرع من الذكالي الصناعي بايش يعنى؟ يعنى بتطوير الخوارزميات والنماتج الإحصائية عشان ايش؟ عشان يتمكن الحاسوب من تحسين الأداة تبعه من خلال التعلم من البيانات نحن بالنسبة لنا كبشر نتعلم من التجارب تبعتنا لكن المشين بدأت تتعلم من البيانات عشان هيك نحتاج علم البيانات تمام يا أستاذ؟ غير مكانك يا أستاذ واحد يغير مكانك فهجية المشين بدأت تتعلم من البيانات هذا هو المشين دعني في مسار الاي اي اي انت حتاخد عدة مواضيع من المواضيع هذه اللي انت حتاخدها اللي هي البيانات من خلال السيرش تمام فهجية تتعلم من الطرق عديدة لهذه الشغلة حاجات السيرش عارة بيركز على البست سلوشن البست سلوشن دائما انه هو متاح ففي هذه الحالة انت بتكتلجى لطريقة ثانية اسمها Optimization فهذا برضو موضوع ثاني عندك في المشين في الـ AI انت رح تدرسه برضو كذلك من ضمن المواضيع هتاخد المشين ليرنينج بالأحرى هتاخد الـ Neural Network تمام؟ وتشوف كيف ان الـ Neural Network انه هي بتتعلم وكيف انه ممكن انه هي يعني تستخدمها في طبيقات معينة برضو كذلك عندك من ضمن المواضيع كيف انه انت تستخدم المنطق الضبابي او الفازيولوجيك في حل بعض المشاكل اللي بتحتاج بتكون الأمور فيها ضبابية فهذه المواضيع اللي انت هتاخدها يعني هتاخد Machine Learning بالإضافة لمواضيع تانية تمام؟ 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 يبقى المشين ليرنينج يتمكن الحسوب من التعرف على الأنماط بشكل تلقائي عشان تفهم ايش عن التعرف على الأنماط ممكن انه استخدم المشين ليرنينج في التعرف على الفواكه وتحديدا التفاح والبرتقال طبعا التفاح والبرتقال فيه الأنماط معينة تخيل ان اطلب منك تكتب كود برنامج عشان يفرق بين التفاحة والبرتقالة فكر معي يا شوية ايش ممكن تستخدم؟ وزن البرتقالة لون البرتقالة وشكل البرتقالة كمي يوجد تدخل بين أوزان البرتقال والتفاح والشكل تبعه واللون كذلك ممكن انت تدخل الملمس في الموضوع اي نعم ولكن انه لو بدك تعمل هذا الكلام في اف و ايلس مش هيكون يعني مش هتقدر تكتب كود مش هيكون في عندك برنامج انه فعلا انه يطلع لك انه نتائج صحيحة لكن في المشين ليرنك ممكن انت تزوده ببيانات تغذيه ببيانات صور تفاح وبرتقال وهو لحاله بيقدر يتعرق على الأنماط هذه لوحده يتعلم كمام فهي المقصود بتعرف التلقائي على الأنماط يعني لوحده بتعلم الأنماط هذه انت عندك ها انت عندك تسحر تسحر أنت عندك قيادر تسحر إذا كان هذا تسحر التلقائي على الأطفال من مسؤول تسحر تسحر ما هي المالات بدل تسحر ثلاث إنه ببعد قصدك ان هم يستخدموها عشان انه هم يجمعوا بيانات طيب هو كيف بده يتحقق انه هذي فعلا انه هي يعني انت بقول لك انه بدي اياك تحدد اشارات المرور في الصورة فاذا انت ما كنتش لو اخترت بشكل عشوائي تسمح لك سؤالي محدد جاوب علي بقول لك لو انت اخترت اشياء غير اشارات المطالب انك تحدد اشارات المرور اخترت اشياء غير اشارات المرور بيعديك حاجات زميلك بترح سؤال انه هل هذه هي الطرق اللي احنا ممكن نحصل من خلالها على بيانات مصنفة كيف انت ممكن تحصل على بيانات مصنفة في طرق عديدة انه انت ممكن تحصل على بيانات مصنفة يعني على سبيل المثال يعني انت عندك على سبيل المثال انا بدي اعمل موديل يتنبأ كيف شكلي ونعجوز موجود هذا بس كيف اجمع البيانات عشان من وين انا بدي اجيب الاف البشر عشان يعطيني صورته وهو صغير وصورته وهو كبير بروح بعمل تحدي على السوشال ميديا تمام تحدي اللي هو صورة قبل عشر سنوات وصورة الان فكتير من الناس انه هو للأسف الشديد بيستجيبه للتحدي هذا وبكونوا مش عارفين ايش هو الهدف وبحطوا الصورة تبعتهم فبالتالي انه فيسبوك انه ممكن انه هي تجمع البيانات هذي في الغالب البيانات هذي بتكون دقيقة هذي واحدة من الاساليب اللي ممكن انه انت تستخدمها على ذلك كيف السوشال ايش او السوشال انجي فيزه طرق عديدة للحصول على البيانات مش هذي هي الطريقة الوحيدة بس يعني انه هذيك انه مستخدمه لللوغاين فانت متتعتقدش انه هي الطريقة الوحيدة للحصول على البيانات هي مستخدمة انه عشان يعديك او ما يعدك ايش عشان انت تحصل على البيانات وتكون البيانات هذي مصنفه تمام ممكن بسهولة جدا ان انت تحصل على البيانات هذه ممكن بنفسك انت تعبها لو انا عندي مصنع للعصير ومطلوب مني ان انا بدي اعمل ماشين ليرنيج موديل عشان انه هو يصنف التفاح والبرتقال يفرزهم بقدر ان انا اجيب عامل انه هو يفرز التفاح والبرتقال وناخد صور عديدة لهذه الشغلة خلص بتكون الصور مصنفة بالنسبة لي مفيش داعي ان انا يعني احطها في للمستخدمين وقلوا علملي على البرتقالات والتفاحات عشان اجمع هذه البيانات لا في بعض التطبيقات جمع البيانات فيها سهل جدا وفي بعض التطبيقات الاخرى بيكون جمع البيانات مش سهل وممكن انا اجمعهم من مصادر متعددة وبالتركات مختلفة يعني تمام انت بالنسبة للك انت بالنسبة للك انت بالنسبة للك ان انت التحدي هذا ان انت حطيته ان الهدف منه just for fun ولكن انه الاهداف تبعته انه بتم استخدام البيانات تبعتك لاغراض انت مش عارف اشياء بالضبط والتالي انه مهدي الزهد بس هو بستخدم هذه الشغلة برضو لاشياء تانية خفية احنا ما نعرف اشياء كيف ترجعهم حسنا استخداما كيف ترجعهم موضوع ماذا يجب ان يفعل تحتاجها 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 تتخيل مرة تطبيق مصنع العصير تجمع فيه تفاح وبرتقال وموجود عندك في خط الانتاج تفاح وبرتقال سوا فبدك روبوت يفرز التفاح لحال والبرتقال لحال فكيف يكون هذه العملية؟ أولا تتعلم وتتعلم التفاحة والبرتقال ثم تتعلم ماذا تتعلم؟ تتعلم 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 عن صورة تفاحة تتعلم عن صورة تفاحة وبنان على تتعلم قرار تفاح يمين وبرتقال يمين تتعلم عن صورة تفاحة لنفهم المشين لرنق أفضل لنقارنه بينه وبين البرمجة التقليدية أولا تتعلم الغرض الغرض هنا في المشين لرنق أن أتعلم من البيانات وأعمل تتعلم وأتعرف على الأنماط وأعمل تتعلم نفس مثال تعرف أو فرز البرتقال والتفاح بالضبط يبقى المشين لرنق مناسب جدا لهذا النوع من التطليقات طيب البرمجة التقليدية ممكن أنا أطبق فيها هذا الكلام صعب جدا أنه أنا أكتب إف إلس إف إلس إف إلس إف إلس لكل الحالات لذلك أريد أنه يتعلم بشكل تلقائي أنه ما هي الصفات التفاح والبرتقال ويستطيع أن يصنف منها لكن البرمجة التقليدية ممكن تكون مفيدة ل أو البردقال أو الأن يعني على سبيل المثال حساب معدل الطالب هل هذه ممكن أن نستخدم فيها ماشين لرنق لا تحتاج ماشين لرنق هناك معادلة معروفة محددة بريددقال تعليمات محددة ما هي هذه التعليمات؟ أخذ العلامات تبعتك في كل مادة وضربها في عدد الساعات اجمع هذا الكلام و اجمع الناتج و اخذ المتوسط و قسمه على عدد الساعات يتطلع عندك المعدل فبالتالي انه مش محتاجة انه انه تعملها ماشين لاد لكن التفاح والبرتقال محتاجين فعلا اننا نعمل ماشين لاد الشغلة الثانية data driven معنى ذلك انه الموديل هنا بيعتمد على البيانات شكل الموديل التعرف على التفاح والبرتقال يعتمد على البيانات هنا مش data driven يعني بمعنى اخر هل طريقة حساب معدل الطالب تعتمد على بيانات الطلاب اذا كانوا الطلاب متفوقين او اداءهم منخفض معادلة هي هي المرونة 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 هنا على سبيل المثال انه لو صار في عندي تغيير في البيانات ممكن ان هو يحسن الاداء تبعه لو اديته امثلة على البيانات الجديدة يعني تخيل انه بسبب التغير المناخي صار في عندك اشكال التفاح والبرتقال اختلفوا شوي فالمشين بدأت تغلط فكيف بدنا يعني نتخطى هذا الوضع بس بعطيله شوية امثلة لطفاح والبرتقال بالصورة الجديدة تبعته فبالتالي انه بقدر انه هو يوائن نفسه على الوضع الجديد او انه انت استوردت مثلا تفاح والبرتقال من مكان والتفاح والبرتقال من المكان انت استوردته بيختلف شوية عن اللي هنا فبالتالي عشان انه هو يتعامل معاه بشكل صحيح بس بدك تعطيله شوية امثلة قل له خلي بالك في انواع تانية من التفاح هاي الصور تبعتها لكن هنا هل في ادبتيشن بدون تعديل الكود يعني تخيل انه صار في عنا طريقة جديدة لحساب المعدد هذا ايش يتطلب تعديل الكود عشان انه احنا نعكس هذا التحديث بالنسبة للكمبليكسيتي لهو التعقيد عادة انه الماشين ليرنك بتكون مناسبة للمشاكل المعقدة بشرط انه يكون فيها بيانات هنا بستخدمه الويل ديفاين ديترمينيستيك تاسك المهام الواضحة معرفة بشكل جيد والمحددة بشكل واضح الخبرة المطلوبة الخبرة المطلوبة في التعامل او في بناء الماشين ليرنك موديل او بناء البرامج ايش الخبرة المطلوبة في الماشين ليرنك بتطلب منك انه انت يكون في عندك مقدرة على معالجة البيانات هذا كلام انت حدد درسه في الديتا ساينس وبرضو تختار الخوارزمية المناسبة برضو هذا الكلام على درسة الديتا ساينس اما في البرمجة التقليدية ايش الخبرة المطلوبة منك انه يكون في عندك خبرة في لغة البرمجة واستخدام الخوارزميات بس لا اكثر ولا افضل المنتيننس الصيانة هذا الكلام احنا احنا اردي ذكرناه هنا لو انت صار في عندك مثلا على سبيل المثال انه بتكتحسن الاداء بعد فترة زمنية معينة الصيانة تبعت الماشين ليرنك موديل بس انه انت تعطيله بيانات جديدة اما هنا الصيانة ايش بتشمل تشمل انه انت تعمل ممكن يكون فيه باقز تحل هذه الباقز او تعمل اوب ديت للانترفيس يعني اشياء من هالطبع تمام عشان تتخيل الفرق بين الماشين ليرنك موديل والبرنامج في البرنامج هنا بتكتب كود شايف يا أستاذ هنا بتكتب كود ايش بتعطيله مدخلات عشان يحسب لك الاوب يعني نسقط هذا الكلام على مثال انت بتعطيله المدخلات اللي هو عبارة عن علامات الطالب والساعات اللي درسها الطالب وهنا بتكتب كود عشان يحسب المعدل والناتج الواي اللي هو المعدل اللي هيحسب لك لكن في الماشين ليرنك الوضع مختلف لازم تتعلم لازم تتدلو الى اكس والواي عشان يتعلم لازم تتدلو صورة تفاحة وتقول له خلي بالك هذه تفاحة تقول لك ماشي تتعلم تديني مثال تاني تقول له هاي صورة كمان وهاي صورة لتفاحة برضو مختلفة قال لك ماشي خلص تعلمت تتدلو كمان صورة وتقول له هذه برتقالة وهكذا فعشان هيك انت لازم تتدلو الى اكس والواي عشان يتعلم طب شو الناتج الناتج انت عندك هنا الموديل طيب الموديل هذا كيف ممكن تستخدمه هنا انت بتكتب الكود خلص خلص كتابة الكود بصير ان انت بتستخدم البرنابل هنا بعد ما انت تعلم الموديل في البريدكشن ساعتها بتدلو هنا الى اكس هذا التعلم هذا الليرنك هنا بتدلو الى اكس تمام تعطيله للموديل عشان يعطيلك الواي يعني بمعنى اخر بعد ما انتعلمه وتخلص بتروح تستخدمه في البريدكشن تبدل صورة وقول لك هذه الصورة برتقالة هذه الصورة تفاهم فبالتالي بعد الترينيج انت بتدلو الى اكس عشان يعطيلك الواي يعني بمعنى اخر انه هنا انت بتدلو الى اكس عشان يدقيلك الواي يجب نفس وظيفة البرنامج لكن انه تعلم لوحده يعمل الشغلة هذه بدون ما انت تكتبه واضح؟ هذا الكلام احنا شرحناه المحاضرة الماضية حكينا انه انت عندك البيانات ممكن تكون موجودة من مصادر مختلفة هذا الكلام بتسميه data pipeline pipeline للبيانات البيانات بتمر بعدة مراحل تمام بتمر بمسارات معينة بس المسارات هذه بتطبق عمليات معينة ايش العمليات هذه اللي هي الATL extract transform load انت هنا البيانات هذه من المصادر المختلفة هتعمل select لالها مش كلها هتختار تمام؟ هتعمل extract وحتعمل transform وممكن تدمجها مع بعض وبتحملها وين؟ في data warehouse نضرب مثال على الاكستراكت مثال على الاكستراكت انه انت ممكن يكون عندك حقل في تاريخ كامل 23-4 او مثلا يوم الاحد 23-4-2023 مثلا بيكون مطلوب منك انه انت بس تستخرج اليوم ماذا يعني مقصود باليوم؟ انه هل هو يوم ثابت 1-2-3 هذا عبارة عن يبقى انت عندك المعلومة موجودة وبدك تستخرجها من هذا الحقل مثال على transform هو انه انت عندك على سبيلي مثال العمود تبع الage عندك 17-18-23-26-76 فانت بتروح تعمل تحويل لهذا العمود وبتحوله لثلاث فئات بدل ما هو ارقام بدل ما هو انتجر بتحوله لفئات ايش الفئات هذي؟ مثلا يونج او ادلت والت ثلاث فئات اذا كان عمر من كذا لكذا يبقى teenager مثلا مراهق او young من عمر كذا لكذا adult راشد ومن عمر كذا لكذا كبير عجوز فهذا مثال على transformation تمام؟ في ايش الشغلات هذي بتفيد؟ الشغلات هذي بتفيد قد يكون انه بعض الخوارزميات اسهل لالها انه انت لما تقول له وتعطيله بدل ما تعطيله العمر كرقم تعطيله العمر انه لما يكون العمر صغير او يكون العمر كبير فبالتالي انه بكون الكستمر كذا قد يكون اسهل لاله طبعا هذا الكلام حسب الخوارزمية او نضرب مثال على التاريخ مثلا في حجوزات الاوتيلات حجوزات الاوتيلات حدثا بتكون الذروة وين في الربيع والصيف فبدل ما الخوارزمية تتعامل مع تاريخ الحجز 23-4-2023 بتقول له انه الحجز صار في اي موسم في اي فصل من فصول السنة فبالتالي من التاريخ انت بتقدر انه انت تعمل تعمل الترانسفورب وتطلع ايش السيزن هل هو ربيع سمر او سبرينج صيف ربيع او ايش بالظهر تمام؟ استوداع البيانات هو بيانات فش عليها تغيير فش عليها ترانساكشن ترانساكشن الاتابيز بتكون داتابيز ماش بالسيستم عادي وضربنا مثال زي سجل الطالب حتى لو انت بدك تيجي تدرس عنا بعد ما تتخرج تدخل بالسجل الجديد برقم جامعة جديد بدك تدرس ماجستير بس طالما انت تخرجت خلاص ما بيصير فيه تغيير على اسماء المواد حتى لو تغيرت الخطط الدراسية ولا العلامات ولا اي بيان من البيانات السجل تبعك كيف بنا نحفظها وين نحفظها بنحطها وين في مستودع البيانات هذا المستودع فعليا انت اللي هتطبق عليه بس بعد ايش بعد ما تقسم البيانات هادي لفئات او لوحدات منطقية تسمى ديتا مارت فممكن انه انت تجمع كل البيانات اللي لها علاقة بالتسويق بديتا مارت معين والبيانات اللي لها علاقة بالاوبريشن في ديتا مارت معين الفاينانس في ديتا مارت معين وهكذا حاجات الديتا مارت انت ممكن تصالهم من خلال API وهنا انت بتطبق الديتا ساييس طبعا هذا كلام وين حيصير كيف تشتغل في شركة احنا في هذا الفصل او في هذا المساق كيف رح نتعامل مع البيانات رح نتعامل مع البيانات كفلات الديتا ساييس طبعا احنا عشان ما فيش عنا بيانات انه فيش عنا مؤسسة انه احنا نشبك على البيانات تبعتها ونعمل نطبق الديتا ساييس طيب هنا انا بأعطي لك لما كنا نحكي انه انه بدك تخلي الماشين انه هي تتعلم specific task هنا بس بدي اضرب لك مثال على ال specific task زي ايش مثلا في عنا task اسمها classification زي مثال التفاحة والبرتقالة يعني بيكون مطلوب منك انه انت تصنف لكلاسز فئات تفاحة برتقالة تمام فهين مطلوب منك انه انت تعمل predict للصورة هذه تعرف انه هل هي تفاحة او برتقالة regression برضو predict ولكن ايش الفرق numeric زي ايش مثلا تطبيقات انه انت بدك تتنبأ بسعر البيت دعطيلك بيانات يقولك انه البيت موجود في البوقع الفلاني خط الطول وخط العرض وكذلك في عدد غرف هالجد مساحته هالجد مبني سنة كذا عشان تقدر تعرف تحدد انه هو قديم ولا جديد بناء على هذه المواصفات بقدر اتنبأ بسعر البيت او بدي اتنبأ بسعر الاسهم بدي لك بيانات لسنة فاتت لساهم معين ويكون مطلوب منك انه انت الشهر الجاي او الاسبوع الجاي تحدد لي انه ساهم حيردفع او حينزل فانت مطلوب منك انه انت تعمل بريدكت لنمبأ اللي هو سعر السهم هادي التاسك اسمها الكلسترينج بيكون انت بدك تتعامل مع البيانات بدون تارجت على الاطلاق بدون ما يكون فيه يعني مفيش عندك معلومات ايش التصنيفات اللي موجودة يعني على سبيل المثال انت عندك زبائن والزبائن هدول يعني جمعت زبائن انت عندك متجر وجمعت زبائن كتير بس الزبائن هدول انت اذا لك الخاطر انه انت تقسمهم لفئات بس مش عارك فانت ممكن تطلب من المشين وتعمل لك كلاسترينج ايش عن كلاسترينج تجميع بتجمع لك الزبائن اللي بيشبهوا بعض هاي المعيار معيار انتشابه باخد الزبائن اللي بيشبهوا بعض بحطهم في كلاستر واحد تجميع وحده سيكون في عندك زبائن مختلفين كيف؟ بحسب ايش؟ الزبائن؟ لا انت بهمنيش لون البشرة اهم المعيير العادات الشرائية في انت عندك زبائن بيشتروا بشكل متكرر وبشتروا انواع معين من المنتجات في عندك زبائن بيشتروا بشكل عرضي ولكن يشتروا منتجات من نوع مختلف فهدول يعني الزبائن بدي اياك لانه انت تخنف لي اياهم عشان كل واحد بده تسويق بطريقة مختلفة تمام؟ اخر حاجة مثال او الاسوسياشن والمثال عليها على سبيل المثال في السوبر ماركت في السلة الشرائية وعند كل الزبائن لان انا هنظر منظر لزبائن منظر للسلات الشرائية شوف انت عندك في العربة ايش بتكرر مع ايش في العربة هتلاقي انت في عندك في العربة انه هذا المنتج بتكرر مع هذا المنتج دائما فبالتالي بتفهم انه في علاقة بين المنتجين وعلى هذا الاساس وعلى هذا الاساس ممكن تاخد اكشن معين تمام؟ تعمل سيل عليهم هم التنين سواء تحطهم جميعا الى اخرى من هذه الاشياء بدون ايش؟ بدون ايش؟ في كلاستر زبائن اللي يشبهوا بعض خلاص بتصير ان انتر تعرف خصائص الكلاستر بتقول انه هذا الكلاستر في زبائن موجودين في المنطقة الجغرافية المعينة على الساحل بشكل متكرر والانفاق تبعهم يتروح من كذا لكذا احتاج انتر سواء وقام بالنسبة لك للدعم الее بدك تعمل علاقة بين ايش وايش؟ بدا سواء الأمر متكرر بدا تشتروج العلاق لا مش الهاتف 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 عادة انه انت بتطلع على الموضوع انه هو عبارة عن مجموعة مل الترانزاكشن مجموعة الترانزاكشن هذي بدك تشوف العناصر الجوة لترانزاكشن نفسه ايش بيكون في علاقة بناتك متكررة هنشرحها بمثال بس انا هيك دربطلك مثال عشان انت تقدر تتخيئ يعني على سبيل المثال ممكن انت هتلاقي في السلات الشرائية ايش بتكرر تواجد الزيت مع الزعتر او ناس كافيه مع المبيض او الشاي مع مش عارف ابصر ايش او ممكن تلاقي انه الناس اللي بيشتريوا زبدة في الغالب انهم بدهم يعملوا كيكة مثلا فانت ممكن تعمل يعني يكون فيه association لمنتج تاني ملوش علاقة بالاكل ممكن يكون مثلا فورق شغلة زي هيك مثلا على سبيل المثال فهي الترانزاكشنز بتكون ضمن الترانزاكشن واحد بتقدر انه انت تشوف العلاقات بناتهم بشكل متكرر هتوضح اليك الصورة لما ندخل يعني لانه هذا الكلام احنا هنشرحهم بالتفصيل انت الان هنا مش مطلوب منك انه انت تحفظ هادي التاسك لانه احنا هندرسها بالتفصيل بس اي بدي ايك انه انت تعرف لما انا احكي تاسك تقول انه التاسك اه يعني مطلوب مني تصنيف تفاحة برتقالة او اعمل لدرجة الحرارة او لسعر السهم او انه انا اجمع السجلات اللي بتشبه بعض احطها في تجمعات معينة تمام هنا هتلاقي في هذا العمود بعض الخوارزميات برضو هنا كمان مرة مش مطلوب منك الان تحفظ هذه الخوارزميات بس المطلوب انه انت تعرف انه في الـ classification في عنا ثلاث اربعة خوارزميات هندرسها في الـ regression عنا ثلاث خوارزميتين هندرسها وهكذا تمام وهي امثلة دربت لكم انا امثلة تمام بس انت عشان انه انه انت تكون عارف ايش اللي احنا يعني بدنا نسوي في الملخص في هذا الباب احنا درسنا الـ big data شوفنا الثلاثة فيز الـ volume velocity والـ variety شوفنا انواع البيانات المختلفة structure and structure شوفنا انه data science وكيف انه هو مجال متعدد الاختصاصات او يعني نعم مجال متعدد الاختصاصات الرياضيات وعلوم الحسوب والاحصاء والطبيقات وشوفنا انه data scientist في له والعديد من المهارات لازم يتمتع فيها من المجالات المختلفة هذه شوفنا كذلك تعريف الـ AI شوفنا تعريف machine learning بالمحاضرة الجاي ان شاء الله بنا نأخذ الـ data science process مثل هندسة البرمجيات بالضبط هندسة البرمجيات نحن نطبق process الـ process انت فيه عندك مجموعة ما الـ step بضل ما تضلك انه في كل step انت بتكون فيه عندك مشاكل بضل ما تضلك قاعد في الـ step هذه لغاية لما تحل كل المشاكل انتقل للخطوة اللي وراها وفي الـ iteration اللي وراها يعني حل جزء من المشاكل وانتقل للخطوة اللي وراها تمام وفي الدورة القادمة بتحل بقية المشاكل هذا الاسلوب في العمل في انتاج البرمجيات افضل بكتير ما انت بضلك حاصل في step معينة وما تخرجش منها وهذا الكلام برضو بينطبق على data science في انت عندك process معينة في الـ data science بنا نشتر عليها بشكل iterative هذا ما سنأخذه في الحلقة القادمة كيه كيه طيب تركز معي يا فتاة حقية الخصائص تبعات الفورن تشبه الخصائص تبعات الزبدة لكن بتكرره مع بعض لكن هذا association لكن في الكلسترينج انت بتطلع على الخصائص اللي بتشبه بعض يعني على سبيل مثال انا طلبت انو انا مع الكلسترينج لطلاب الجامعة بشبه بعض على اي اساس ايش هي السمات ايش هي السمامات لا مش الاهتمام ممكن اطلع على المنطقة الجغرافية ممكن اطلع على ساعات الدراسة ممكن اطلع على المعدل بلاقي انو الناس اللي ساكنين في منطقة معينة مثلا وبدرسوا عدد معين من الساعات بيكون في الغالب معدلهم بين رينج كزا ورينج كزا فانا بتطلع على خصائص الاتريبيوت نفسه وببدأ اجمع في الطلاب اللي بشبهوا بعض هنا انا بجمعش الشغلات اللي بتشبه بعض في الاسوسياشن انا بشوف انو وقتاش بتزامن تكرار حدوث هذا العنصر مع هذا العنصر هم ما بشبهوا بعض على الاطلاق ما بشبهوا البعض البتة تمام في سؤال تانية شباب نهاية شباب نهاية شباب نهاية شباب نهاية شباب نهاية شباب تانية شباب